رحيم سبحانه جل جلاه عن كل الأفهام وسمى كماله فلا تحيط به الأوهام سبحانه هو الملك القدوس السلام هو القائم على كل نفس وما كسبت والعالم بكل جارحة وما اشترحت سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانك ربنا من تكلم سمعته ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى اتكلمنا في الحلقة التي فاتت كنا بنتكلم عن قضية من قضية الأسرة التي نتكلم عنها في كل حلقة من حلقاتنا من برنامج فتاوى اتكلمنا عن البر وأهمية البر بر الوالدين نهاردة عايزين نتكلم عن موضوع مهم جدا وخطير جدا والموضوع ده للأسف يعني انتشر في مجتمعنا وبنشوف نمازج يعني بتدمي القلب من نمازج العقوق عايزين نهاردة نتكلم عن خطورة العقوق عشان نتعلم وكل اللي بيسمعونا كمان يتعلموا ويعلموا أولادهم ان البر زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت طريق للجنة باب كبير جن من الأبواب الموصلة إلى الجنة وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته وفي مستقر رحمته وعشان نتعلم النهاردة مع بعض كده إن العقوق وربنا ما يجعلنا من الأبناء العاقين لوالديهم ويجعل أبنائنا بنا أبناء بررة عشان نتعلم النهاردة خطورة العقوق وإن العقوق باب عظيم موصل إلى النار وإلى غضب الله عز وجل شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس يوما مع أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إيه رأيكم أعرفكم إيه هي أكبر الكبائر الكبائر الكبيرة بقى الكبائر الخطيرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا نبئنا يا رسول الله يعني علمنا يا رسول الله أخبرنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله أكبر الكبائر أكبر كبيرة أن العبد يعيش على الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يكون مشرك بربنا أنه هو يشرك مع ربنا إله آخر أو الشرك بأنواعه بقى فيه الشرك الخفي النفاق والرياء ألا أنبئكم بأكبر الكبير قالوا نبئنا يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس اعتدل في جلسته وقال لأصحابه ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور الصحابة بيقولوا كده ظل يرددها حتى قلنا يا ليته سكت من كثرة ترديد النبي وتحذير النبي للصحابة من قول الزور ومن شهادة الزور الشاهد من كلامنا من حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة العقوق وخدوا بالحضراتكم كده شوفوا لما سيدنا النبي قال للصحابة ونبئكم ألا ونبئكم بأكبر الكبائر جه الشرك بالله الكبيرة الأولى وجه قول الزور وشهادة الزور التالتة وجه بين الشرك وشهادة الزور عقوق الوالدين يعني بعد الشرك بالله على طول عقوق الوالدين معنى كده أن سيدنا النبي عايز يعلمنا يا جماعة ويحذرنا ويفهمنا أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر الخطيرة مشكلة من المشاكل اللي بعض الأولاد ما بيغدوش بالهم منها بعض الأولاد بيعتقد إيه يعني مما تعامل مع أبوي وأمي بالشكل ده إيه يعني لما يحصل مشكلة بيني وبين أبوي وأمي وممكن صوتي يعلى ده شوفوا القرآن لما حذر القرآن نهانا عن قول الأف فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وحبر الأمة وترجمان القرآن قال في هذه الآية لو وجد الله عز وجل أدنى من الأف لنهى عنه يعني لو فيه حاجة أقل والأف دي مش كلمة يعني ما نقدرش نوصفها إنها كلمة ده مجرد تعبير عن الضيق والدجر أنا متدايق من الكلام اللي بتقال فبعمل كده مجرد نفخة فشوفوا ربنا نهى عن الأف سيدنا عبد الله بن عباس بيقول كده لو وجد الله أدنى لو فيه حاجة أقل من كده لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يقبل منه وليعمل البار ما شاء أن يعمل فسيقبل منه معنى كده إن العقوق خطير لذلك أقول لحضراتكم كمان ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع الصحابة عايزين نتعلم يا البر عايزين نبعد عن العقوق ما هو الواحد فينا ممكن يغلط في أبوه وفي أمه من غير ما ياخد باره وبعدين يشعر أن هو مش سبب فسيدنا النبي بيقول للصحابة إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه أكبر كبيرة في الدنيا إن الواحد يشتم أبوه ويشتم أمه إنه يسب أبوه أو يسب أمه فالصحابة يعني في زمن الطهر والعفاف الصحابة بيقول لسيدنا النبي يا رسول الله أو يسب الرجل أباه أو يسب الرجل أمه يعني معقول في واحد في الدنيا عائل يسب أبوه في واحد في الدنيا عائل يسب أمه أو يسب الرجل أباه أو يسب أمه يا رسول الله شوفوا بقى ده بيحصل إزاي وهكمل لكم الموقف ده مع سيدنا النبي بس هناخد أستاذ علياء السلام عليكم أستاذ علياء السلام عليكم أيوة السلام عليكم يا شيء وعليكم السلام أستاذ الله عايزين نرفع الصوت بس شوية نسمع حضرتك أيوة اتفضلي يا أستاذ عليها لو سمحت والله كنت عاوزة أسأل حضرتك أنا 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 طيب ليتصل بنا لو سمحته وهو معنا يوطي صوت التليفزيون ويسمعنا من التليفون عشان يكون التواصل أسرع كنت بقول لحضراتكم حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري ومسلم في الصحيحين من حديثي عبد الله ابن عمر بن العاص سيدنا النبي كان قاعد مع الصحابة فبيقول كده إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والدي فالصحابة تعجبه وبيسأله كده يعني علماء اللغة بيقول ده اسمه استفهام إنكاري أو استنكاري بيستنكره ذلك بيقوله سيدنا النبي أو يسب الرجل أباه أو يسب الرجل أمه يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبى الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه تخيلوا إن سيدنا النبي بيقول ده من أكبر الكبائر إن واحد يشتم واحد بأبوه فيكون هو سبب إن الرجل ده يرد عليه فيشتمه بأبوه فيشتمه بأمه فيكون سبب إن هو يرد عليه فيشتمه بأمه ده عندي سيدنا النبي إذا ما سيدنا النبي قال كده إن ده من أكبر الكبائر طيب أنا هسألكم بالله إذا كنت أنا سبب غير مباشر في سب أبوي أو سب أمي الوضع اللي احنا عايشينه النهاردة في كثير من البيوت إلا من رحم الله بنشوف الأب أو البنت بيسب أبو بصورة مباشرة وبيتعدى على أبو بصورة مباشرة بنشوف البنت بتتعدى على أمها بالسب والشتم والقذف بصورة مباشرة ده إذا كان سيدنا النبي قال الصورة اللي احنا قلناها دي أكبر الكبائر إن انت تكون سبب بطريق غير مباشر إن حد يجتمك بأبوك أو حد يجتمك بأمك وده من أكبر الكبائر لأن انت السبب طيب لو كان الابن هو اللي بيجتم بنفسه وهو اللي بيتعدى بنفسه على أبو أمه هقول لحضراتكم من صور العقوق الخطيرة اللي احنا عايشينها وبنسمعها وبنشوفها قصة من القصص اللي الواحد لما بيسمعها قلبه بيبكي لكن بنحس كده إن القصص دي لما بنسمعها كأنها قصص خيالية لكن لما بنجي نشوفها قدامنا بنشعر إن الدنيا خلاص بنقول كده قولوا على الدنيا السلام هنعرف بعض نمازج العقوق دي ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم عدنا لحضراتكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل كنت بتكلم مع حضراتكم وإحنا في الحديث عن خطورة العقوق قبل الفاصل عن إن في نمازج من العقوق نمازج بتجعل القلب يبكي ويمكن هقول لحضراتكم نموذج من العقوق أنا شخصيا لما سمعت القصة دي وقاريتها يعني مكنش متخالي ده ممكن يحصل ابن وحيد لأمه وما عندهاش غيره هو ولد وحيد والأب متوفي هذا الابن كان طالب في مدرسة ابتدائي في الصف الخامس تقريبا والأم دي كانت بتعمل ساعية وخادمة في نفس المدرسة والأم دي كانت مصابة بالعور كانت فقدت إحدى عينيها وكان الابن دايما يشعر بالخزي والعار من وجود الأم في نفس المدرسة دي إن هو موجود في نفس المدرسة وأمه بتعمل خادمة وساعية في المدرسة وأمه صابة بالعور وكان زملائه دايما لما يلعب مع زميله في المدرسة ويحصل مشكلة بينه وبين ولد من الأولاد في المدرسة كان دايما يعيره يا ابن الخادمة ابن الساعية ابن العوراء فكان دايما كده في حديث نفس مع نفسي كان يقول يعني إمتى أتخلص من المدرسة دي وأسيب المدرسة دي وأبعد عن المكان اللي أمي موجودة فيه اللي أصابتني بالعار أمام زميله لما الابن كبر ووصل للمرحلة السنوية وتفوق في السنوية وخد منحة دراسية وسافر للخارج حس كده إن هو ربنا أكرمه وبعد عن أمه مع إنه هو الابن الوحيد للأم دي اللي كانت بتشتغل خادمة وساعية وبتعمل كل اللي تقدره عشان تنفق على الولد ده وعشان تعلمه وعشان ما تحسسوش إنه هو أقل من غيره وبدال إنه هو تفوق وسافر بره يدرس لما ربنا أكرمه وسافر ودرس بره ورجع ما رجعش الأم في القرية ده هو يعني مسدق إنه ربنا اديله وخد شقة أمه ما تعرفش مكانه فين وتزوج وأنجب والأم لازلت تعيش وحيدة بتشتغل عشان تصرف على نفسها وعشان تكمل حياتها وتكمل مشوارها ولما الابن رجع وهي ما تعرفش عنه حاجة وسنها كبر وطلعت معاش من شغلها بدأت تبحث فين الابن ده نفسها تشوف ابنها الوحيد اللي كانت بتشتغل خدامة وساعية في المدرسة عشان تنفق عليه عشان تعلمه عايزة تشوف ابنها عايزة تشوف أحفادها وتعيش معاهم ما تبقى لها من العمر لغاية ما وصلت للمكان اللي هو عايش فيه ولما وصلت المكان ده طب أكمل بس بسرعة كده لما وصلت للمكان ده وضربت جرس البيت بتاع ابنها طلعوا الأحفاد يجروا يفتحوا الباب فشافوا ستة كبيرة في السن عندها عور ومنهم اللي بقى يضحك دحك استيري ومنهم اللي بقى بكاء شديد إيه اللي حصل هاخد بس الأستاذة إيمان وارجع لحضراتكو تاني إيمان السلام عليكم أهلا وسهلا أستاذة إيمان لا سمحت عالت أسأل حضرك سؤالي لأ كلما يجي لبنتي عييز لا الصوت بس عايزين نرفع الصوت يا جماعة عشان منستمعين ألو تفضلي كلما يجي لبنتي عيز موضوع الخطبة ما بيتمش بيطلع فيه أي حاجة يعني أنا الصوت مش واضح بالنسبة لي كلما يجي لبنتي عيز موضوع الخطبة ما بيتمش فأنا كنت عزعف من حادثك دعاء لتيسير مثلا الزواج وهل الزوج ده مكتوب مثلا مساعة الواحد ما يتولد ولا بيرجع لاختيار الإنسان دعاء للزواج وإيه تاني أستاذ إيمان وهل الزوج ده بيقى مكتوب لإنسان مساعة ما يتولد ولا بيرجع لتفكير الإنسان أو اختيار حاضر 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 في أي سؤال تاني حاضر بقول لحضراتكم الست الكبيرة دي اللي اشتغلت وتعبت عشان ابنها لما راحت وضربت الجرس والأولاد الصغيرين خرجوا يفتحوا الباب وشافوا الشكل ده ست كبيرة في السن ومصابة بالعوار فقدت إحدى عينيها منهم اللي بقى يضحك أوي ومنهم اللي بقى يبكي أوي فخرج عشان يشوف حل أبنائه فتلاقى أمه قدامه بعد سنين طويلة كان حس إنه خلاص تخلص منها اللي هو مفكر إنه هو عار ربنا نجى منها فما شافها كانت المقابلة لأول مرة بعد سنين فجأت إن ابنها بيقول لها انت إيه اللي جابك هنا انت إيه اللي خلاكي تيجي وتسألي علي أنا ما صدقت خلصت منك الست دي كانت رايحة وعندها أمل كبير في ربنا إنها تاخد أحفادها في حضنها إنها تعيش الأيام اللي بقية مع ابنها ومع أبناء ابنها إنها تلعب مع أولاد ابنها وتسمع منهم كده كلمة جدتي أو كلمة تيتة زي ما بنقول إنها تبقى قاعدة وسط أولاد ابنها رجعت تبكي للقرية مرة تانية لبلدها وكتبت رسالة لابنها ودتها لأحد الجيران وقالت له كده لو في يوم من الأيام فكر يسأل عني وافتكر إنه له أم ادي له الرسالة دي أيام قليلة والأم دي توفت بعد فترة أجبر إنه هو يروح للبلد عشان عنده شغل في البلد ورح يسأل على أمه نزل البلد والناس شافوه فأحد الجيران اللي معا الرسالة ده قبله وقال له بعد أيام من عودة أمك من عندك أمك توفت وتركت لك هذه الرسالة لما قرأ الرسالة شوفوا بقى الأم كتبت إيه بسم الله الرحمن الرحيم ابني الغالي الحبيب لقد عشت حياتي من أجلك وضحيت بكل غال ونفيس من أجل حياتك وكنت أعلم أنك تصاب بالعار مني لأنني أعمل خادمة وساعية ولأنني امرأة أصيبت بالعور وفقدت إحدى عيني أقول لك لقد مات أبوك وأنت طفل صغير وأصبت أنت في حادث وفقدت إحدى عينيك ونظرت إليك وأنت طفل صغير وقلت في نفسي كيف يعيش ابني بين زملائه وأصدقائه وقد أصيب بالعور وهو في بداية عمره وحياته فأعطيتك عيني وكنت أنظر إليك وأقول لك عيني في عيني أشكرك على ما فعلت تخيلوا إزاي ابني زي ده ممكن يعيش بقيت حياته لما يعرف أن أمه حاشت العمر ده كله وهي عرفة أنه هو يعني حاسس بالعار من أمه لأن أمه كانت مصابة بالعور لما يعرف بعد كده أن أمه ضحت بعينها لما الإبن فينا يعرف كده أن أبوه وأمه ممكن يضحي بنفسه من أجل أبنائه عايز أقول لنفسي ولكل الناس اللي بيسمعونا النهاردة وإحنا بنتكلم عن خطورة العقوق خليك عارف ومتأكد أن وجود الأم والأب في الحياة الآن دي فرصة عظيمة فرصة أن هم يكونوا باب تفتح الباب ده للجنة اعرف أن هم باب الجنة ويعرف أن كده لو أمك وأبوك غضبوا عليك لأنك ابن عاق اعرف أن العاقبة في يوم القيامة أن الله عز وجل لن ينظر إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ومعنى لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظرة الرحمة يعني باب الجنة لن يفتح أمام هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة العاق لوالديه والديوث والمرأة المترجلة يعني التي تتشبه بالرجال في هيئتها وفي أفعالها الشاهد العاق تخيل كده الابن العاق أو البنت العاقة ربنا سبحانه وتعالى لن ينظر إليهم يوم القيام سؤال أستاذ إيمان تكلم عن موضوع تأخر الزواج وهل الزوج ده اختيار ولا ده قدر إحنا دايما الموضوع ده مكرر في السؤال عن الزواج اختيار أو قدر لكن دعاء الزواج إحنا دايما بنقول كده جماعة أن الدعاء باب عظيم من الأبواب اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها في كل شيء ربنا أمرنا بالدعاء وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الدعاء وحثنا على الدعاء في أحاديث كثيرة وفي مواضع كثيرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده إن الذين يستكبرون عن عبادتي العبادة هنا معناها الدعاء وربنا سبحانه وتعالى كأن ربنا بيقول لنا كده إن الدعاء هو العبادة وده اللي قاله سيدنا النبي في الحديث الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة والدعاء رأس العبادة وقال كده حديث مهم بقى عشان نركز عليه في حتة الزواج لا يرفع البلاء إلا الدعاء فإذا كان تأخر الزواج يا أستاذ إيمان ده بلاء إحنا عايزين نرفع البلاء ده ندعي ربنا سبحانه وتعالى طب هل في دعاء معين لا الدعاء اللي ربنا يجري على ألسنتنا اللي إحنا يعني ربنا يرزقني بالزوج الصالح ربنا يعوضني خيرا بزوج صالح ربنا سبحانه وتعالى يجعل لي زوجا صالحا يعينني على أمر ديني ودنياي اللهم إني أسألك سيدنا داود كان يقول اللهم إني أسألك زوجة صالحة تعينني على أمر ديني ودنياي وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل وقت المشيب أنا أدعي اللهم إني أسألك زوجا صالحا يعينني على أمر ديني ودنياي وأعوذ بك من زوج يشيبني قبل وقت المشيب طب هو اختيار اختيار طبعا هو قدر مكتوب لكن إحنا لنا تدخل في هذا القدر إزاي إن إحنا نحسن الاختيار إحنا قلنا قبل كده في حلقات قضايا الأسرة إيه هي شروط الزوج الصالح وإيه شروط الزوجة الصالحة لو إحنا قدرنا نحقق الشروط دي وحطينا الشروط قدامنا ولما ييجي حد يتقدم لنا أو لما ييجي زوج هيختار زوجة وحط الشروط أنا عندي واحد اثنين ثلاثة وبالصدف الشروط دي إنها تكون مؤمنة متدينة ملتزمة هو يكون مؤمن متدين ملتزم يبقى إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أو من ترضونه دينا وخلقا فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير أو فساد عظيم على اختلاف الروايات يبقى إحنا عندنا الاختيار نختار من قلش هو اللي هيجي هاخده وده القدر وده اللي ربنا كدبه إحنا نشوف المقومات وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بالزوج الصالح أستاذ علياء السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا يا فندم عليكم السلام عليكم لو سمحت والله لو سمحت والله أنا بس كنت عايزة أسأل آآ إن زوجي اتوفى بقاله تسع شهور وأنا ببكي كتير جدا يعني ما ببطلش هل في دوة اسمه علي حاضر في سؤال تاني ده يعني زمت في سؤال تاني حج علي سؤال لو سمحت آآ يعني هل آآ أيوة آآ أيوة لو سمحت هل الزوجة آآ بتكون مع زوجها في الجنة حاضر في سؤال تاني ماشي نشكر حضرتك يا أستاذ علي آآ طبعا ربنا سبحانه وتعالى يتغمده بواسع رحمته وأسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وربنا سبحانه وتعالى يعوضك فيه خيرا طيب قضية البكاء على الزوج الزوج توفى من تسع شهور وهي في خلال تسع شهور بتبكي كثيرا على زوجها ده في يعني إثم بالنسبة لها لا طبعا ما فيش أي إثم إن أنا أبكي عليه إن أنا أفتكره إن أنا دايما يكون هو في بالي ده طبعا يعني بنقول ده من باب البر آآ بالزوج وآآ من باب إن أنا يعني آآ لسه العشرة مش هينة علي وإن أنا فكرة لكن أنا عايز أقول لحضرتك يا حاج علي وحضرتك بتفتكريه ما تخليش القضية قضية بكاءه بس فأنا افتكرته أو حصل موقف قدامي أو أعدت في مكان كنا بنقعد فيه مع بعض في البيت أو حاجة معينة كنا بتحصل بنا أنا فتكرتها أو زكرة أو مناسبة فأنا بكيت لا البكاء ده يعني إحنا ملناش دخل فيه إن العين نتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لله وإنا إليه راجعه ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طيب أنا بأكثر من البكاء لأن أنا دايما فكراه ومش هنساه طيب وأنا ببكي كده يا حاج علياء خلي حضرتك يعني وإنت بتفتكري أول ما تفتكري بدل ما نفتكري ونقعد نعيط لأ نفتكر ونقعد ندعي ندعي له لما يحصل موقف قدامي كده وافتكر إن الموقف ده كان بيحصل بيني وبيني أقول الله يرحمه ربنا يجعل مسوى الجنة ربنا يجعله مع الأنبياء والصديقين والشهداء عمره ما حرمني من حاجة وكان دايما نجيب لي كل حاجة فدايما نتذكره بالدعاء وزي ما بقول دايما كده جماعة هدايا ده كلام سيدنا النبي هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار عايزة حضرتك تقدمي له هدية حضرتك بره بزوجك وكنت بتحب بزوجك قوي وبقالك تسع شهور بتبكي على فراء زوجك يبقى ساعة ما نفتكره نقعد نرفع إيدنا كده وندعي له وإحنا سجدين في الصلاة ندعي له ونسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة طيب من البر ومن الحب الحاجة عليها بتسأل عشان هي بتحبه قوي طيب بعد عمر طويل ليها ربنا يبارك في عمر حضرتك لما تتوفى هل ربنا هيجمعها مع زوجها في الجنة أسأل الله عز وجل أن يجمعكما في الجنة إن شاء الله وأن يكون مثواكما الجنة وأن يبارك فيك أكثر من الدعاء أثناء السجود أن يجمعك بزوجك على خير في الجنة وإن شاء الله تكونوا مع بعض بأمر الله في الجنة وإحنا بنتكلم مع حضرتك عن البر بقول لحضرتك كده نعرف خطورة العقوق ونعرف إن العقوق زي ما قلنا كده ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة وكمان ثلاثة لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا يعني إيه لا يقبل منهم صرف ولا عدل يعني إيه صرف وعدل يعني لا يقبل منهم ولا فرض ولا نفل لا يقبل منهم صرف ولا عدل يعني ولا فرض ولا نفل ولا عمل الثلاثة دول من هم هنعرفهم بس ناخد المدخلة دي السلام عليكم أمه محمد السلام عليكم عليكم السلامة الله وبركاته أهلا وسهلا يا فندي متفضلي الفضل لك أنا زوجة وفة بس كنا وقدين كارد هو سدد أشهر فيه بس الكارد ما زال علينا فلما فيه واحد صاحبه اتدخل لمدير البنك وجاله الحالة يعني تعبانة اللي مش هيسدده البنك دلوقتي أو جاله هم مش هلوه من علينا بس أنا حاسة أن أنا حرام ومستحرما أعمل إيه حضرتك آآ شلو من عليكم يعني لغوا الفلوس دي حد هيدفعها بدلكم لا 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 هم مش لغوه خالص يعني مش هتسدوا القرد ده لا وبعدين أنا كان لما توفى فيه حاجات كده آآ مثلا أشتكب إيه بالأيام اللي هي الأجازات ستتها برضو عشان كده وعيال ما كانوش هنا وما عايزين مثلا نقولولف لهم فلوس وتاخو ديها وهاتوا أولادك فأنا سكيت عشان كده ما رفت اجيبت الفلوس يعني لا لحظة بس القرد ده البنك أسقطوا عنكم أيوة ما تعرفيش أسقطوه إزاي لا طيب الفلوس التانية بقى بتاعت الأجازات دي إيه يعني هما هنا المحامي بتدله وبيتوكله وهو بيجيب لي الفلوس وياخد نصها طيب الفلوس دي الأجازات دي من شغله الحكومي اللي هو كان موظف فيه أيوة كل الموظف بيعمل كده بيجدم طيب حضرتك ما جبتيش الفلوس دي ليه عشان قلت أنا علي فلوس وأنا سبتها آه يعني عشان عليك فلوس للبنك فسبتي فلوس الأجازات قدام فلوس البنك أي بس برضو فلوس الأجازات ما تديش برضو بالمقابل بالقرد اللي أنا كنت وغدها هل أنا أسدده؟ طيب حاضر هرد على حضرتك الحج أم محمد زوجها توفى والزوج عليه رحمة الله كان واخد قرد وسدد جزء من القرد وباقي جزء فأهل الخير توصته في البنك وفهموه من الحالة والبنك أسقط القرد أسقط القرد دي إحنا مش عارفنا أسقطها إزاي ممكن يكون البنك تفهم الوضع فالموظفين شالوا الموضوع ممكن يكون فيه من لوائح البنك أنه عنده الصلاحية أنه لو فيه حالات متعسرة يقدر يسقط القرد المهم من القرد ده أو الباقي من القرد البنك أسقطه عنكو ده موضوع منتهي لكن موضوع بقى محمد الأجازات وفلوس الأجازات وإن إحنا بنرفع دعوة محامي بيعمل لنا دعوة في القضاء الإداري أن فلاني الفلاني ده كان موظف وطلع معاش أو كان موظف وتوفى والموظف ده مثلا اشتغل عشرين سنة خمسة وعشرين سنة في خلال العشرين أو الخمسة وعشرين سنة دول له عدد أيام أجازات الأيام دي هو ما خدهاش أجازات اشتغلها فمن حقه أنه هو يرفع دعوة وبتقدر عدد الأيام قدام المبلغ اللي هو كان بيقبضه يعني بتحسب اليوم بكام فبيطلع مثلا له عشر تلاف عشرين ألف تلاتين ألف الله أعلم بالمبلغ لكن له حق أنه هو ياخد مقابل الأجازات اللي ما خدهاش فحضرتك بتقول أنا سبت الأجازات قدام القرد ده كلام مش مظبوط ده حق حضرتك وحق أولادك اللي هو فلوس الأجازات لكن فلوس القرد اللي في البنك هم أسقطوها عنكم يبقى خلاص كده البنك عنده لايحة يقدر يتحكم فيها أو يتعامل بيها إنه هو أسقط القرد ده لكن حضرتك لازم توكل المحامي والمحامي يجيب لحضرتك حقك أنت وأولادك من فلوس الأجازات اللي الزوج ما خدهاش أجازة في أيام العمل أو وكيل المحامي والفلوس دي من حقك أنت وأولادك ما فيهاش أي مشكلة إن شاء الله كنا بنتكلم عن تلاتة لا يقبل منهم فرض ولا نفر وسيدنا النبي ذكرهم في الحديث هنعرف من هم التلاتة دول ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا لحضراتيكم مرة أخرى هقول مع حضرتكو كده سريعا وإحنا بنستقبل أسئلة الاسم اس على رقم تسعمية مية خمسة وتلاتين تسعمية خمسة وتلاتين جالنا أسئلة بتقول أنا قلت لزوجي أنا عايزة أطلع عمرة مع أهلي ومش عاوزة منه فلوس وبرضو هو مش راضي يعني هي نفسها تطلع العمرة ومش هتكلف الراجل أي حاجة لكن هو برضو مصر إن هي ما تطلعش أنا عايزة أقول لحضرتك مش عايزين نعمل من الموضوع ده مشكلة في بيتنا لإن العمرة مش فرض العمرة دي زيارة لو كنت هطلع الزيارة دي مع أهلي ومش هكلف زوجي حاجة برضا وبطيب نفس وبطيب خاطر من زوجي إن أنا أطلع العمرة دي أو الزيارة دي وأنا مشتاء للزيارة دي يبقى هطلع برضا محاولات إن إحنا نقنعه عشان نطلع برضا لكن لو أصر على الموقف ده إن أنا ما طلعش العمرة يبقى ألتزم وما طلعش وأدعيله ربنا يهديه وربنا يحنن قلبه ويجي الواحده كده في يوم يقولك طب خلاص إحنا إن شاء الله هنجهز أوراقنا ونطلع إحنا اللي اتنين مع بعض العمرة ساعتها تبقى أحلى عمرة وتبقى عمرة العمر إن أنت تطلع مع زوجك وهو يكون راضي إنتوا اللي اتنين مع بعض إن شاء الله ربنا يعني يفتح قلبه لحضرتك وتطلع مع أهلك أو تطلع إنتوا هو لكن لو مرضيش ما ينفعش أصر على موقفي وما ينفعش أطلع بدون رضا أو بأي طريقة من الطرق اللي تعمل بيني وبين زوجي مشكلة عشان مخسرش بيتي واخسر علاقتي بزوجي السؤال الثاني بتقول أنا أمي مخصماني من خمس سنين وأنا عمري ما زعلتها لإني تزوجت من غير رضاها أو ده كلام بقى يعني متناقض أمي مخصماني من خمس سنين دي كرسة إن بنته أمها يتخصموا إحنا إيسا بنتكلم يا جماعة في العقوق وبنتكلم إن العقوق ده خطر وخطيرة وحاجة من الكبائر الكبيرة اللي قالها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فإزاي تخصمي أمك بقى لكو خمس سنين وبعدين تقولي كده أنا عمري ما زعلتها وبعدين تقولي لإني تزوجت من غير رضاها شوفوا الكلام ما ينفعش إزاي ما زعلتهاش وإزاي بتتجوزي من غير رضا أمك إحنا بنقول يا جماعة الأسرة بنقول البر بنقول إن إحنا نسمع الكلام بنقول إن البر ده باب للجنة إن أنا أكون بر بأمي بر بأبويا عايشين حياة البر بنا وبين بعض لكن أروح أتجوز من غير رضاها وبعدين أقول ما زعلتهاش ومتخصمين بقى لنا خمس سنين ماذا أفعل هتعملي إيه لازم بكل ما أتيتي من قوة تراضي أمك روحي كده بوسي إيديها بوسي رصها بوسي رجليها يعني استعطفيها ومش مرة ما ممكن في أول مرة تقفل بابها وما تسمعش مني ممكن تكون زعلنة مني وخلي بالكوا دايما كده الأهل في معظم المواقف لما بيكونوا وقفين قدام موضوعه بيقولوا للبنت بلاش ده أو للابن بلاش دي مع مرور الوقت بيظهر إنهم عندهم حق في معظم المواقف مش كل المواقف لكن عشان أتجوز واحد وأقطع علاقتي بأهلي ما ينفعش إحنا تجوزنا وخلاص اللي حصل حصل على قد ما تقدري استردي أمك روحي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وبوسي إيديها ورصها ورجليها وحاولي ترضيها على قد ما تقدري قلنا الحلقة اللي فاتت رضى الله من رضى الوالدي وصخط ربنا سبحانه وتعالى من سخط الوالدي إحنا بنفتح باب لرضى الله عز وجل عن طريق رضى الأم والأب أحاول أسترضيهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني الرسالة الثانية في الـ SMS بتقول أنا كنت مرتبطة بشخص وما حصلش نصيب بس هو طلب مساعدتي ماديا وأنا ساعدته وقفتي جنبه هل أنا غلطانة؟ لا طبعا مش غلطانة موضوع أن يكون فيه علاقة عاطفية مع شخص أو مع حد وبعدين العلاقة دي ما تستمرش وما يحصلش فيها ارتباط إحنا دايما بنقول لجماعة دي اسمها كده اسمه نصيب ده قدر ده اللي ربنا مقدره ربنا كاتب إن أنا هتزوج فلانة أو هي هتتزوج فلانة ده ربنا كاتبه فسعينا ربنا سبحانه وتعالى هيقدر لنا الخير ما سعيناش وربنا مقدر الزواج هنتزوج بقدر الله عز وجل طيب إحنا بنحسن الاختيار أما بنحسنش الاختيار ده موضوع إحنا تكلمنا فيه دلوقتي طيب ما فيش نصيبه ما تجوزناش وبعدين الشخص ده أو الإنسان دي بتمر بضائقة أو هو بيمر بضائقة وطلب المساعدة وأنا ساعدته هل ده فيه غلط؟ لا ما فيهوش غلط خالص سيدنا الإمام علي كان يقول اصمع الخير في أهله وفي غير أهله فإن صادف أهله فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله أنا لازم يكون لي يا موقف وأقف مع الناس وأساعد الناس ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من نفس عن مؤمن كربة من كرة بالدنيا نفس الله عنه كربة من كرة بيوم القيامة فأنت اللي على حضرتك عملتي عملتي كويس ما فيش أي مشكلة إن إحنا نقف مع حد ونساعد حد وربنا يجعله في موازين حسناتك معانا مدخلة أم محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا استكلت فضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي يعني حضرت الشيخ عايزة أن أقول لك يعني أنني عندي تكسل شوية عن الصلاة وكدهو يعني ساعات نصلي ونقطع يعني نفسي في الدين النصيحة ولا حدا يعني نستمر على الصلاة على طول حاضر في حاجة تاني أم محمود فضل يعني عنوات بيت يعني نعم لا الله يخلي كده حاضر حاضر تحت أمر حضرتك قضية التكسل عن الصلاة وأن الواحد فينا ممكن يصلي زي ما يقولون كده بقى على سطر ويسيب سطر يصلي فرد ويسيب فرد مرة جماعة ومرتين ثلاثة مش جماعة عايز أقول له حضرتكو إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته تخلي كده بقى أم محمود أول حاجة نقف بيها قدام ربنا وربنا حاسبنا عليها من الأعمال أول حاجة في القيمة الصلاة سيدنا النبي بيقول كده فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت ما بيصليش بيطنش بيعدي مرة لوحده عشرة من ما فيش خالص فإن فسدت فسد سائر عمله آخر وصية النبي وصى بها يا أم محمود قال الصلاة الصلاة وما ملكت أي ملك على قد ما تقدره عايز أقول له حضرتك بقى عشان ما تتكسليش عن الصلاة يوم القيامة كده إن شاء الله سيدنا النبي بيقول من حافظ عليها على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة الصلاة تيجي كده نور وبرهان ونجاة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف عليهم جميعا لعائن الله فأنا بس عايز حضرتك كده أم محمود ساعة ما نسمعي الأزام شوف الأولاد في البيت شوف زوج حضرتك لو موجود ونشجع بعض على الصلاة يلا يا ابني يلا يا بنتي قوم يلا نتوضى يلا نصلي كلنا مع بعض لو ابنك موجود وهو صغير عشان فيه ناس بتشتكي كتير من الموضوع دوات أشجع ابني ده أنه هو يصلي بي وبإخواته إمام فنبدأ كده المرة دي حضرتك شجعت الولاد والمرة التانية شجعت الولاد هتتلاقي الولاد كمان بعد كده بيذكروكي فأصبح الموضوع داخل البيت كده كلنا بنذكر بعض وكلنا بنشجع بعض على الصلاة وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله أم علي السلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلامة والبركاته أم علي تفضلي أيها حضرتك أنا والله أنا ليا بنت مطلقة وهي عايشة معي بس عايز الصوت يعلى بس شوية لو سمحتي أيها حضرتك سلام عليكم وعليكم السلامة تفضلي حضرتك أنا ليا بنت مطلقة وهي عايشة معي في البيت بنتك؟ اه نعم وهي لها ابن انا اللي بربيه وانا اللي برعاه ووالدها اللي هو جوزي هو اللي بيصرف عليه وكل حاجة وهي بتشتغل وربنا فتح عليها كويس هي بتدعي ان انا والدها عامل من عوامل من السبب ان هي طلقت وده طبعا ما حصلش نعم ماشي؟ فهي بتعملني انا والدها واخوتها اسوأ المعاملة نعم اسوأ المعاملة وبت يعني انا ست مريضة عندي اه تمانية وربعين سنة وبتدعي ان احنا اول حاجة بتعيرني بمرضي وبتدعي وبتدعينا وبتشتيني انا وابوها واخوتها يعني شتايم يعني ما تذكرش طيب سؤال حضرتك يا معالي يعني انا عايز اعرف انا طبعا عارف اعقابها من ربنا انا عايز اعرف اعقابها من ربنا وعايز اعرف انا اعملها ازاي انا اولا براعي ابنها وبعامل ابنها يمكن أكتر ما كنت براعي ولادي هم هم السن حاضر حاضر أنا عايز أعرف أنا أعملها إزاي وأعقاب ربنا لها إيه طيب قوليليا معالي يعني هي ليه بتقول أو عندها إحساس أن أنتوا سبب في طلاقها أو أن بيتها تخرب وبعدت عن جزء أنتوا ليه هي بتقول كده حضرتك وفي الأول دخلت في مياه يعني هي كانت وهي في بيت جزء استنجدت بينا وكده وإحنا بمعينينا في أرياف فطبعا ما بنت تستنجد بأهلها وكده كانوا حبسينها وضربينها فبما أننا في أرياف أخدنا أمامها وروحنا هي كانت عاملة كده فاكرة أن إحنا حننجدها يعني تعمل مشكلة كبيرة وهم هيركعوها فهم أهل جزءها ما كانوش كده ما كانوش كده حضرتك فهم يعني عندهم طالما في مشاكل حصلت خلاص يبقى فين في صال طبعا من اللي عرفناها بعدين إن هي كانت بتعملهم محيش وما كانتش يعني كويسة معاهم طب هرد على حضرتك يا معالي حاضر آآ أنا بسأل حضرتك وبقولك هي لي بتقول كده لأن دايما لما بيحصل خلافات زوجية والأسر بتتدخل أحيانا بنقول كده يا معالي لازم على الأقل يبقى نصنا هائل ونصنا مجنون لو اللي اتنين شدين مع بعض لازم طرف من اللي اتنين يهدى شوية وأنا دايما بقول في المشاكل دي يا جماعة بنتعامل بسياسة سيدنا معاوية رضي الله عنه لو أنا بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها لما يحصل خلاف وإحنا عايزين نستفيد من المداخلات اللي بتحصل معانا وإحنا بنتكلم في ملف قضايا الأسرة كل يوم ثلاث طب أنا بنتي عندها مشكلة مع أهل زوجها مشكلة مع زوجها وخدنا عمامها وروحنا لازم نتعامل بالحكمة وبالعقل مش لازم نسيب الشيطان يتدخل بنا لغاية ما نخرب البيت ونوقع البيت النهاردة البنتي بتقول لحضرتك الكلام ده ليه لأنها كانت جالها إحساس بعد الانفصال والطلاء أن أسرتي لو تدخلت بالحكمة وبالعقل وبالهدوء وشدنا شوية ورخينا شوية وحاولنا نحل الموضوع كان زمان بيتها ماشي وبيتها عايش وعايش مع زوجها وابنها فعندها شعور ولازم حضرتك يا معالي تتحملي بنتك هو طبعا اللي بتعمله غلط وإنها تعيرك بمرضك وبتعبك وإنها يعني بتتطاول عليك وعلى أبوها ده غلط محدش يقول إن ده صح لكن برضو عايزين نعذرها نفسيا في بيتها اللي اتخرب لازم نتعامل معاها يعني معاملة إن هي دلوقتي في حالة غصبة عنها اللي بيحصل ده تدريجيا الأمور هتهدى وتدريجيا الدنيا هتستقر فإحنا لازم نعذرها في كده وبعدين عملي ربنا فيها عمليها ده غصب عنها لغاية ما الدنيا تستقر معاها ونفسيتها ترتاح إن شاء الله الموضوع معانا أم عصام السلام عليكم عليكم السلام وإن الله وبركاته إزاي حضرتك أهلا وسهلا لحالة أم عصام تفضل لو سمحت عايزة أقول لك أنا أرمالة بقال 24 سنة ومربية ولادي ما شاء الله يعني تعاليم كويس وتربية كويسة وإنت تزواجت من حول 27 سنين والأمور ماشي يعني وغزها يعني شوية يعني كده وتعاليم عالي ومع دكتوراه وكل حاجة بس ما بيش ما خليش أشوفها وحلف عليها لا ما تكلم أهلاها خالص ولا حد من أهلا ولا ترد على التليفون خالص بما ساتل حاجات هايفة يعني مش حاجات تستدعي إن الواحد يعني يتقاطع والدتها وأنا أمها وأرمالة وبوالدها مش موجود ولادها وحشولي يعني أنا عايزة أشوف ولادنا عايزة أسمع سطم مش عايزة أسمع سطم أنا عندي 9 وخمسين سنة ومحلومة من بنتي والولادتها بسهل فيها من إيه أنا تعبت أنا تعبت أنا تعبت يا شيء أسلام والله أنا أعمل إيه وإيه ما سبب له تجمينا وما دي ليش وما نحها عني وأنه وعن إخوتها وما نكلمت أكتب عنها 7 سنين ألف أعمل إيه أنا تعبت ألف أعمل إيه حضرها رد على حضرتك يعني ربنا يصبرك ودايما بنقول يا أخوانا الظلم ظلمات يوم القيامة ودايما بنتعد على بعض ودايما بنظلم بعض يعني حالة زي اللي احنا بنسمعها من الحجة المعصام وأنها محرومة من أولادها وأولاد بنتها والأسرة متفككة وبالوضع ده يعني لما الرجل ده يقابل ربنا ويقف قدام إيدين ربنا هيقول إيه وهتبقى الحجة إيه وهيبقى الرد إيه أنا هقول لحضرتك بس يعني أنت وانت بتصلي كده ادعي ربنا سبحانه وتعالى ومش هقول ادعي عليه أو قولي حزبي الله ونعمة الوكيل وأن أنت توكل ربنا سبحانه وتعالى لكن ادعي بالهداية إن ربنا يهدي لأن ده برضو باب من أبواب العقوق إن احنا بنتعدى على بعض وإن احنا بنظلم بعض لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام ربنا سبحانه وتعالى يعوضك خير وربنا يؤجرك خير وإن شاء الله ربنا مش هينساكي وإن شاء الله ربنا هيحلها من عنده ولكن عليك بالدعاء يا حجم العصام ادعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيفرج هذا الكرب إحنا كنا بنتكلم عن البر في الحلقة اللي فاتت النهاردة كنا بنتكلم عن العقوق ونمازج من العقوق هقول لحضراتكم مهم جدا نحن نعرف زي ما الآباء لهم حقوق على الأبناء الأبناء كمان لهم حقوق على الآباء قوعوا كل أب وأم النهاردة يقولوا شفتوا ده العقوق زي ما في عقوق آباء في عقوق أبناء وده اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة عقوق الآباء للأبناء تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلى والجود وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا